بسم الله الرحمن الرحيم أعضاء مدوانة ميكتك العرب أهلا بكم بإذن الله دلوقتي حالا هشرح برمجة اللايت بيم بصوا شباب دي الصور بتاعته اللي أنا نزلتها على الفيسبوك ده شكله وأنا عملت له فيديو برضو إزاي بتجمعوا علشان الناس اللي مش هتعرف تجمعوا تجمعوا بكل سهولة كل اللي هنعمله شباب هنكتب في الكمبيوتر عيبهات مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين واحد وطأي رقم تمام مية اتنين وتسعين وتسعين واحد وطأي رقم صبنت ماسك اتنين خمسين اتنين خمسين سفر بعد كده الجتوي واحد واحد وبعدين بقول له اوكي تمام بعد كده بفتح جهاز الكمبيوتر بتاعي بطلب فوق في المتصفح مية اتنين وتسعينية تمانية وستين واحد دوت عشرين بيطلع لي الصفحة دي بكتب يو بي اني تي والباسورد يو بي اني تي واقول له لوج ان دلوقتي فتح لجهاز اللايت بيم بتاعي هو ما يختلفش كتير عن برمجة الاجهزة الامو فايف اللي بيعرف في برمج اي جهاز امو فايف يقدر يبرمج الجهاز ده عادي خالص بكل سهولة باجي هنا على الويرلس ما بلاقيش عندي غير خاصية واحدة اللي هي ستيشن وبعلم على الو دي اس لو انا حابب ان انا ازهر مكاتي العمله تمام وبعمل سيلكت وبعدين بختار الشبكة وبقول له لكتو اكسس بوينت وبربط عليها تمام هنا لو جيت على السيستم نعمله خالص نرجعه ضبط مصنع علشان نفتحه من الاول خالص عشان لو في حد بيوقف معه حاجة نعمله بصوا شباب بداية ما الجهاز بيفتح معك عشان لو الناس ما بتعرفش برمجه من البداية بدكتب هنا يوب اني تي والباسورد يوب اني تي بيقول لك اختار الدولة بتاعتك هختار وليكن الولايات المتحدة حرف اليو يونيتد ست تمام اللانجوج مفيش عندك هتفهمه غير الانجليش وبعدين اقول له ان انا موافق واقول له لو جين تمام شباب اجي على الويرلس باجي على الويرلس الاوتو اي ار بي دي احنا ممكن نشيلها عن طريق ان احنا نروح للادفانسد ونعلم على دي ونقول له تشينج بنعلم على انستولر اي ار بي كنترول وبعدين اروح على الويرلس اشيل دي علشان لو انت الباور قليل تجيبه الاخر حاجة اللي هو الاوتبوت باور بتاعك خمسة وعشرين زائد الانتنة بتاعته تلاتة وعشرين فهو اقوى من النانو ستيشن اللوكو بتاعنا تمام بنيجي هنا شباب بنعلم زي ما قلنا على الستيشن ونعلم على الدابلو دي اس شان يظهر مكاتل عمله وبعدين بنعمل سيلك طبعا لمعنديش هنا جهاز لان في المحل وبعد كده باقول له look to access point بيجي الاسم وبيجي الشبكة بتاعتك لو انت حابب تختار قنوات معينة تحطها تقدر تختار القنوات اللي انت شغال عليها بس وتقول له ok تمام او تسيبه كده مفتوح وتقول له ايه change بعد كده لما بتروح على المين بيوريك اسم الجهاز light beam المسافة بتاعته الاشارة هنا حاول تخليها افضل والdata rate برضو الجهاز شباب في مجمله جميل جدا لو جينا نقارن ما بينه ما بين اللوكو اللوكو الباور بتاعه 23 والانتنة بتاعته صغيرة لكن ده باورو 25 والانتنة بتاعته 23 اقدر روح استقبل به على مسافات تزيد عن اللوكو من 3 ل 4 كيلو او من 2 ل 4 كيلو حسب جهاز الارسال اللي انت حطه يعني لو حطت nano station m5 مثلا nano station m5 اقدر استقبل منه استقبل بالجهاز ده على بعد مثلا 7 كيلو لو حطت rocket m5 اقدر استقبل مثلا على بعد 4 ل 5 كيلو لو حطت rocket sector اقدر استقبل على بعد مسافات اعلى وهكذا شباب اتمنى ان انا اكون ساعدتكم بالشرح الشرح سهل جدا وردتكم القائمة من جوه هو عبارة عن جهاز استقبال انتنة قوية والباور بتاعه اعلى شكرا ليكم والسلام عليكم في نقطة بس نهائية بس شم محدش انساها هنا الامتنا ممكن تختار بالفيد باللجناب بتاعته ممكن تختار حداشر واربعتشر للايه تلتة وعشرين دي بيه حاول تختارها علشان يكويلك الايه الامتنة شوية وبعد كده بتقوله تشانجي وابلاي دي بس النقطة اللي كنا ناسينا شكرا ليكم والسلام شكرا